توجه الاسيار وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي ووالدي والدي وإخوتي وأخواتي وأهني وجيراني وجميع من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابني صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على سير الكربات وقتيل العبرات اللهم إني أشهد أنك أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة واجعلته سيدا من السادة وقايدا من القادة وذايدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء واجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النص وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشراخرته بالثمن الأوكاس وتغطرسا وتردا في هواه وأسقطك وأسقط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأعزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه والسبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا نليما السلام عليك يا ابن وسول الله السلام عليك يا ابن سيدي الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عجتا سعيدا ومضيتا حميدا ومتا فقيدا مظلوما وأشهد أن الله منجز ما وعداك ومهلكون من خبلاك ومعذبون من قتلاك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلاك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والا وعدو لمن عادا بأبي أنت وأمي ابنى رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحامي المطهرة لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من فيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركاني المسلمين ومعقلي المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي السكي الهادي والمهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبأيابكم موقين بشرائع ديني وخواتمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لعمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا معي عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطلكم أمين رب العالمين وصل يا رب على محمد واني الطاهرين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صموده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحسين